ما عادش بوجود بسهولة دلوقتي لازم تبقى مدابرة على تكنولوجي وعلى شركة كبيرة الشركات الصغيرة شغالة بيها هتطلع تبقى اكسبرت في التكنولوجي دي او في تلاقي شول اللي بسهولة هنا نتكلمة ببريك ان فيه جوجل جي سي بيم هي جوجل بلاود بلادفورم فيه تنسر فلو فيه فيه فاير بيس كل دي جوجل بروتكس لازم تبقى عارفها او عارفها عشان تلاقي شول اللي بسهولة طيب النهاردة نتكلم عن جوجل أسيستم يديكو انترو سريعا عنه هو عبارة عن ايه طيب انا عرفت نفسي قبل كده وصلت خلاصة ان انا سوف طول الـ development manager بسركة startup بدقة من حوالي سنتين قبل كده كنت اندرويد بليدر وكانت مهتم من الاندرويد development و جوجل أسيستم طيب فيه حاجة دلوقتي بقى اسمها voice first world كان زمان يقوله موبايل first انك الطبيعي او الحاجة البديهية انك لما اتعوز تعمل حاجة ما باعيش تفتح اللات وانت عاد على بسرين وانت عاد على قدام التلفزيون خلاص ده تفتح الموبايل تعمل اللي انت عايزه فيه كتير منه جدا بيكسل يفتح اللاتو فبيعمل الحاجة اللي هو عايزها بدأ تتعاملها مع الموبايل بيعملها مع الموبايل اللي جاي هو اتقل من كده شوية انك مش تعمل حاجة مع الموبايل انت مش تعملها في اي حاجة اصلا تتكلم بس هتتكلم تقوله انا عايز كزا يجي لك كزا او يتعامل عاطبات فده موجود والريدي التكنوليش دي موجودة ومتطبقة برده بغزارة اكتر من عندنا ممكنة فانك تتحكم بالحاجة او في الحاجة او تشتري حاجة عن طريق صوتك ده اللي هو يعني مثلا انك توضبط المنبه بتاعك بصوتك فهو يصحيك ويتزبط ويصحيك في المعادة اللي انت ترى او انك مثلا تسأل عن التقصي النهاردة بصوتك او انت تسيت روتين معين انك لما تقول good morning يقوم عيل لك هو درجة الحرارة والنهاردة البصدوم تقيلة وتحب قرارك اليميل تقول له ايوم قريلك اليميلات كل دي حاجات تقدر تقامها بصوتك دلوقتي انك مثلا تسيت calendar event انك تقول له سمحت تفكرني ان انا بكرة لازم ازور واحد صاحبي عشان هو اتعمال مثلا فيسيت calendar event ويخليك الشباب ورده بصوتك طبعا احنا سوعدها بوجودك بس انتو لو عندكو حاجات عايزين نخلصوها خلصوها تعايد طيب انك سيت timer مثلا بصوتك او انك request drive مثلا انت ممكن دلوقتي فيه applications زي uber موجودة برة اسمها وممكن بصوتك تقول له او انا عايز عربية من البيت للشغل بس مجرد انك قلت الجملة دي خلص ادي لك عربية تاخدك من البيت للشغل لان البيت متخزن عنوانه عبدون والشغل متخزن عنوانه وانت لما طلبت حاطة تنكرد الكارد بتاعتك وخلص مجرد انك قلت الجملة دي جات لك العربية ويقول له انك ممكن يقول لك اسعار الحاجات اللي اسمهم في البورصة الشركة معينة وانه هو يعمل كل ممكن زي الحاجات دي اللي انا بقولها يا جماعة مش رسة في المستقبه دي موجودة في التليفونات اللي معايتها في سيري في ايفون وفي جوجل اسيستنت في جوجل وحتى الموبايلات اللي هي مفاهاش افدرويد وايوس كانت فيها برضو ويد سيربس طيب جوجل اسيستنت دي عبارة عن سيربس موجودة على الكلاود موجودة على السيربارات بتاعة جوجل انت بتعمل لها اكسس من اكتر من مكان وكيبقى فيه جوجل اسيستنت كلينت في الساعة بتاعتك انت النهاردة بتشتري ساعة مثلا بعيد عن هواوي ووتش مثلا في بقية الساعات كلها فيها جوجل اسيستنت وابل ووتش فيها سيدي مجرد انك معايا في سمات ووتش انت عندك دلوقتي السيربس دي تقدر انك تعمل حاجات بصوتك واكشف زي تحصل موجودة في العربيات طبعا العربيات العالية فيها عربيات زي فورد وفيه شركات كتير جدا اكتر من 30 عربية موديل عربية فيهم جوجل اسيستنت وكمان الحاجات اللي ما بينزلش فيها جوجل اسيستنت انت ما بنشوف دلوقتي تابلت بيتركب في العربية كده بيبقى فيه جوجل اسيستنت فانت او انت في العربية ممكن تعمل حاجات بصوتك ويحصل الاكشن اللي انت طلبتك موجود الكلام ده على الموبايل في كل الموبايلات اللي بعد اندرويد ورجل 5 تقدر انك تنفذ حاجات بصوتك وكمان جوجل اسيستنت موجود على الاندرويد فورد دلوقتي بالعربي فانت قوك تتكلمه بالعربي وتعمل حاجات في موبايلة او تسيرش على حاجة من غير ما تضطر انك تكتب حاجتان يدك موجود كمان في الائرس يعني يقاز ان هو ايبليكيشن سيبرت يعني انت لو ايفون يوزن فانت عندك سيري موجودة بايتخوت لانك ان انت تقدر تنزل جوجل اسيستنت الابليكيشن وتجيت في الاسدان عن طريق انك تتكلم فالحاجات احسن موجود في السمارت سكرينز في التلفزيونات الجديدة هو ايه كمان موجود في السمارت سبيكر يعني انك تتماني ان انا اشغالها الكل نهاردة لكن للأسف التابليكيشن ساعة لكن هي ليه سامل السمارت سبيكر انت بتكلمها زي جوجل اسيستنت اللي في موبايلة بالضبط وبتطلب منها حاجات وهي بتلدها عليك ممكن كمان من ضمن الفيتشار اللي موجودة جميلة فيها انك ممكن تترجم من من لغة اللغة كل اللغات اللي ساقورتت في جوجل والعربي منهم انك في مجرد تقوله مثلا تقوله اي كلمة انجليزي اللي بهادك عربي والعكس العكس كمان ده جمل وجمل كبيرة ومؤقتة مش مجرد جمل عادية ممكن تقعد كده ترجي بجملتين تلاتة بالانجليزي هم لقوة بالعربي والعكس صحيح ومن اسباني الإيطالي ومن جميع اللغات لجميع اللغات طبع جميع اللغات المجرومة من جوجل بس قمة كتير جدا دي اشكال السمارت سبيكرز اللي موجودة فيه كمان يعني بعد ما جوجل هوم دي حققت نجحت طلع ملفة جوجل هوم وفي سكريم جهاز كده تطير وشاشة بيتحط في البيت بتعمله فيديو كود بتقوله على اي حاجة بينفزها لك ويتطلع لك كمان الفيدباك على السكريم طيب جوجل اسيستنت اتفاق لان هي موجودة على السيرفر حاجة كده على كلاود وفيه كلاينز كتير ليه جوجل سبيكر او جوجل اللي هي البرودكت ده اللي هو جوجل هوم اللي هو هاي جوجل اسيستنت بيعمل الانتجريشن مع حاجات تانية عشان يسهد للديو يعني ممكن لو انت عندك راسة تلفزيون اه نوب سمارت سكريم هو مش سمارت ديو ففيه جوجل برودكت اسمه كرونكاست انت بتركبه مع التلفزيون بتاعك عشان يحصل الانتجريشن بين جوجل برودكت ده والبرودكت بتقوله مثلا تشغلي حاجة من اليوتيوب عن تلفزيون يشتغل فيه كمان حاجة اسمها سمارت بلاد وده يعني مدعوم وموجود وبيتباع على امازون اعتقد انه موجود كمان هنا في مصر دي حاجة كده زي الكونفيرتر اللي بيحاول من فيش هدلاتة هدل فيش اثنين كده بس بيتربط بجوجل السيستن فانت لو ركبت فيه مروحة مثلا وانتوله اوفن فان هيشغالها وانتوله سويتش اوفن فان هيك فيه طب ييفصل الكهربا ويشغالها عن البلاق ده باستبدام جوجل السيستنط اللي موجود في موبايل او موجود في السمعه دي فيه حاجة اسمها برضو سمارت لايتس معرفش حال تعريفة هنا كويس يعني حاجة كده ممتعة جدا حاجة هي لنبع دي جدا بتركبها في اي مصدر كهربا وبتربطها بالواي فواي وبتربطها بوجل السيستنط وانت عايق عالصير كانت تقول لك في النورية فيه شغال نوري شغال حاجة عظيمة يعني طبعا اللمبة دي بقى فيها يعني 16 مليون لون انك ممكن تختار انت عايز حضرتك تسعى لان هو خلق بودي فوكن تقول له مثلا ان انا النهاردة رزاجي رايق شغالي لو سمحت ستاي بلور فالحاجات دي تستعملوا كمان بتلاقي اليوتيوبرز يحطينها في والنهاردة هيعمل السيتا ومسلا بلوم كذا فالحاجات سمارت لايكس دي بتنتجريت مع جوجل اسيستنط انت ممكن من جوجل اسيستنط سواء مباين أو سبيكر أو انك تطفي النور دا وتشغاله وانت حتى مش موجود في المكان الحاجات السمارت هموم اللي احنا درسناها زمان كده نظري بقية بقية برودكس بتتباع في السوق وساعدها كمان نتيزة طيب هل جوجل بس موجودة في السمارت سبيكر لا فيه سمارت سبيكر تانية فيه اليكسا وفيه اعتقد فيه حاجات منها في الورده بتسافورت الموقع بس جوجل اسيستنط بقى بيشتغل ازاي؟ هو موجودة على السيرفر زي ما قولنا واي يوزر من اي مكان بيانتجريت بيكلم بيكلم جوجل اسيستنط اللي عنده هناك حاجة اسمها جوجل ديوبليكس جوجل ديوبليكس ده انجين ضخم جدا عند جوجل هو اللي ممكن يعمل حاجات بالنيابة عملك يعني مثلا في امريكا حاجز المطاعم ممكن يضمى عن طريق جوجل اسيستنط انك تقول له احجز لي يعني اتكلم بالديبايس ده اتقول له احجز لي ترويزه في مطعم كذا اللي موجود في المكان الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا الخمس افراد انت طلقت الاكشن ده هناك مفيش سيستنط في المطعم ده بس فيه فون كول مثلا فوجل هيكلم المطعم ذا وهيكلمه فون كول والمطعم مش هيقرف ان باشين هي اللي بتكلمه وهيقول له احجز لي وياخد الحاجز من الراجل ده ويقول لك انا حجزتلك في المطعم روح فون كول في المطعم فبقت حاجة يعني غير مصدقة يعني اللي قال الحاجات دي معمولة وشوفناها يا ردامع هيها وكناش صدقة ان مش بس الباشين تحجز لك في مطعم لا ده بتكلم بتعمل فون كول والفون كول دي الطرف التاني مايعرفش اذا كان من ادم والمشين اللي بيكلمه طبعا جوجل جوبليكس ده يعني عنده اكسس بقى عالداتا بتاعتك زي 21 سنة من جمع المعلومات العامة وخاصة عالطريق جوجل فهو مني سمارت يعني هو هو يقول لك انت هتفكر فيه بكرة طبعا العلم الجن عبدالربنا بس فيه بريديكشن انه هو يعني انت دلوقتي مش بس لك انت لما بتتكلم عن حاجة بتلاقيها قات على الفيسبوك انت لما بتفكر انت حاجة بتلاقيها قابش لو حد فاتح عم دفو الحاجات دي بأكيد بيلاقي الموقف دي الحاجات دي مش سحر ولا حاجة والحاجات دي بريديكشن انت لو انت بشتري دوم وهو عارف انت لكش انت بشتري دوم وشتريت خلاص يعني برطلونه تشيطف وخلاص هو هيطلع لك اعلانات التونشي الواحدة مش بحتاج تقول له يعني ان انا محتاجة كامل طبعا ده مسألة بسيط طبعا لكن فيها مسألة اعقد من كده بكتير طبعا الالغوريزمس اللي هناك دي معقدة جدا هي مثلا بتعمل location matching interest matching انت عند جوجل عبارة عن حاجة اسمها جوجل ويل جوجل ويل ده بتخزي عيني interest بتاعك هو عارف انك انترسكت واحد دين تلاتة هو يتعلم معاك لو حد هيقول لي بقى جوجل بتكسب ازاي ياخد دي اول جايزة معانا النهارده بطلو مكتوب علي جيط دي حلويل ودويلو برسكيودنت خلاص طبعا من غير مصروح لدي سي و جي جين هما يشاركوا في المسابقة دي هما يشاركوا في المد دي ايه بزنس موديل بتاع جوجل جوجل بتكسب ازاي وحد شلي من الاعلانات بس كده بيسوا ما عايز حاجة تفصلية كده بجوجلتين واحد واحد طيب الي اجاوب يرفع ايضا نظام الدنيا يا شباب دي السيطين مطلوب الاجابة على السؤال التالي جوجل بتكسب فلوس ازاي شاو بس يرسل التقديمة لكي ما نستطاع الضوء مثلا زي محركة البحث الكوبل او التاجة ممكن موجز الناس بستخدمة زي مستخدمة لابعها شو برا نزيلة بس اللجابة مش هين الوطول غيروا النص فحدد البيانات يجمعها عن المستوى الثاني عشان تشغيله مش بالزفت. بس الشباب يحكموا بقى يا عجل اللي ياخد الجايزة. طيب ايش. فضل ايش. يعني اولا اقرب من الاجابة. انك معاني جايزة تاني اللي هيقولي الاجابة قطقته من كده شوية. جوجل بتجمع المعلومات اه بس ما تجعهاش. السؤال تاني يا شباب. جوجل بتكسب ازاي. ايه البزنس موديل اللي بيتخلها فلوس. طيب ممكن ناخدهم بالترتيب كده اتخذها. عشان يطلعها. اه شكرا للمشاركة بس اجابة غير دقيقة. اللي بعده. طيب انا اخذ الاثنين اللي انا وبعدين. الموضوع فلو اللي اخذ برضو عقرية اللي اجمع عقلية اللي يوصله. يعني كده بيدي ان هو يعرف. انا بس هو. كنا بس كان محاصة مع شركات تاني عقلات. انا برضو دي عقلات. اخو بيدي ان هو يعرف بالمستردل اللي انا اجمع. حاجة لهم. اتقربت برضو بس هو اجابة نفس اللي قالها اه ازابتنا هنا فهي مش الاجابة الدقيقة برضو بمية مية. حافظ عايزيك حالة تاني. مطلع. انا في السرعة مساء للوقت. انا قدرت اطمع بنادي. او انا مسلا بشريه دون حد رشاهلي. سوق معي مسلا زي سود القوم او شميع او امزون. الانشركات دي دامت عقدات مع بعضها. ان هي ترشاهلي امزون مساء او سوق او اي اي مطلع ان انا قدرت اشتريه عليه. فانا نسجلكم فيه بتحصل لما يكون فيه تعقدات مع الشركة. ليه قدر شهره امزون او لما يكون فيه امزون طيب انا ايه بالوقت لجوغل رشحت لي حاية. فين الفلوس دخلت ازاي? ايه الشرك دخلت عشرات مشامكة. مش هتش ادام لجوغل معايا. دي رشح عادي مقدر معايا ده عشان تبقى. يعني ايه يعني تمل الحاجة اللي انا اشتريتها دي في جزء منه من رب جوغل? لا لا. هي صورة في جوغل. هي جوغل عامل اعلان في جوغل. تمام? ده بيدخل اه اه ده مصدرسة لجوغل. عشان ايه مصرية? انا مش شاهده بيدخل. انا اكتبتها في نص الكلام كده كان مفروب تركزوا فيها. ده بالنسبة لجوغل عامل. طيب فيه كان زميلين هناك في وراء وراء وقتعيس تول حاجة? ده مجموكة مجموكة كده بجميلة تعلق اعمل ده. مجموكة ما تناشى البيانات كده. طيب. بص ده يعني اللي شاركو معنا فالناسي او ما عايش فايت حاجات صليارة كده مش الجايزة كبيرة يعني مص جايزة فاللي شاركو هياخد مص جايزة. لكن حاجة تاني كما عايز اقول لها اسفل حاجة شو. في الاقرب لاؤه. طيب. قول ده. ومجرد ان انا بحست على الحاجة وهي دير مجرد ان انا دخلت. ان انا بحست عليها اقول اطلعب. اطلعب بالنسبة لان انا دخلت وشاركت ان انا مسأل ازحاج. في الفلوس لان اخلق لين? ان انا شاركت ان انا بس انا اي كبيرة لانا. انا بقرد ان انا طرق لينيبط وشينة عاملنا عنده لانها بس انا انها حاجة لاناها. طب اللي دي جعل كده بنها بدأ. ليست دورا. طب انا ارسيد الترتيب هنا جبير. اه. طيب. ممتاز. سيساس بسطن سيساس بسطن سيساس بسطن بعد كده عمرك يساق بشهور ممتاز الحد الهاتف زي الكل تبع من بسطن بقى بقى بير ومين عايز يشارع تاني اه بس اهنا بتكلم عموطة التانية بس ايه بندول الحاجات اللي هي متسمى حدوانو ديوان عشان بص ايجابة مشي طيب بص يا شباب عشان الوقت اه ابقى كل واحد مشي ايه 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 ما اضمن ضمن بس مش جال احنا بنتكلم في دباية ايه ايه ما ضمن اعاد انا هصدر داخل جوجل دباية وقت اكتر من نهاية حاجة وقتا بس انا باشهور مصدر بندقت الاساسي عشان ببقى والله يوسع اه اه ايه ايه طيب بص يا شباب ايه بوجل بتعمل بروتكت والبرودكت دي وسبس فري انت بتستخدمها فري بس وانت بتستخدمها بالجنريت داتة الداتة دي بتتاخد مش بيبقى ما بيبعوش الداتة بتاعتك مباشرة لكن بيعملوا عليها اناليسنس كويس جدا ان هم يعرفوا الانتريسكس بتاعتك ايه في السنة قلت قبلها بجنتين ما بيقول لك انت بالنسبة لجوجل عبارة عن ساتف انترسكس مجموعة من الاهتمامات عشان يروح يتعاقد بعد كده لعشركات يقول لهم انا هجيبلكو الزبون الصح اللي عايز ومتدم بالمنتج بتاعك ولما يقول لهم كده بيعمل لهم بيشترك بعضو خدمة اعلانات بس خدمة الاعلانات هي هم بيتحاصلوا عليها بير كليك وبير بيوقت فدي دي يعني الحاجة الاسسية اللي جوجل بتكسر من خلالها ان هي ما بتبعش الداتة بتاعتك ولا حاجة ولكن بيتبسوها كويس جدا ويعرفوا انك مهتم بايه ويظهرونك الاعلان اللي الشركة اللي معلنة عندهم عندهم عايزة تظهرولك انت بالزاد فده مصدر كان مصدر الداخل الاساسي ما بتلك نص جابة بسيطة ما بتنهاش على ما ده فده الحاجة الاساسية هو مؤخرا لما الناس قالت الجي دي بي ار بقى والبوليسيز بتاعت البرايريسي والحيات دي انا كدنا كمان مش هناخد الداتة بتاعك هنعمل لك اوفلاين ماشين ليرن الوغوضل على الديبيس بتاعك يتعلم ويدرس على الديبيس بتاعك ويبعث لنا الانتريسكس على كون طب ايش الداتة بتاعتك على السيرفر بتاع جوجل لا بقت الداتة بتاعتك عندك انت واحنا بس عارفين ان كلان مهتم بالساعات مثلا فانطلع له علانات من شركة الساعات طيب يعني نكمل انا ليه دا كنت بقول دا كله ان انت بالنسبة لجوجل انتريس والانتريس دي بتبقى مهتمة في حاجات معينة بيطلعوها لك الشركات بدرفع عشان لقيتك انت المهتمة في الحاجة دي بالظبط بالحاجات دي كلها مربوطة جوجل اسيستنت طيب جوجل اسيستنت برضو عنده الهيستوري بتاعك فهو جرد مثلا انك اجرت عربية قبل كده وفتحت الجوجل اسيستنت بتقول له اجرلي عربية فهو اقترح عليك انك تقدر نفس العربية واللي عجبتك بدتها لفيو كويس جوجل اسيستنت برى مصر برى المنطقة العربية في امريكا بيتجريد مع جوجل بي فهو عنده وسيلة المفضلة بتاعتك فهو جرد مثلا انت تقول له انا عايز عصير من محل فلان اللي جاب بيه هيروح مشتريات العصير وين يقول لك وياخد الفلوس من الكرد الكرد وحاجة كده يعني وهمية طيب جوجل ميشن حتى عارف جوجل ميشن جايزة تانية يعني كل شركة ليها الميشن وميشن جوجل ميشن مشهورة في الناس اللي بيتابعوا جوجل كوميونيتي ان هي جوجل عايزة تعمل ايه يعني جوجل فتحة ايه او بتكسر والهدف بتاعها ايه فجوجل ميشن حتى كان مبارسي عليها في البرزنتيشن صح فاللي فاكرها او فاكر جزء منها برضو ياخد الايه صدق اه 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 بس عايز يحاول عايز يشارك فده مينة ده احطك لانه هو بيشارك المرة دي مش عنده الحل فمسلا اه 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 لو المبادرة دي مش هيّة لتصحّم ياتوا في اول مرّة هتنجح مع تكلمة اتفضل بشيّة تعيسوا الحاجة اتفضل الله هو اضبط بشيّة للهداة كاملة بعشرة اوه بالضبط زيّة اللي هو إنه بس تريعها المية شوية إنه هي يعني جوجل بالميشن ببعيدها إنه هي توردنايز ورنس انفورميشن ان بميكت يونيبيرسالي اكسيسو الابيوسر دهما بيتمعوا المعلمات للعالم وبيمظّموها عشان تبقى أسلّة الوصول لنا وإن هي تبقى روحيها شكراً روشان مشاهدة هام حاجة ما تكونش جبتاعمة على جوجل بس سمعيني؟ سمعيني؟ وقالك هام حاجة ما تكونش جبتاعمة على جوجل طيب ها عيني تابع الحاجات جيبتاعمة طيب الشات بوكس جماعة بيت أسهل مما يكون أنا قربت خلص عشان ما أطولش عليكم أنتو دخليوا حد دخل عبشاريات يخرج انتو دخلوا حد دخل عبشاريات يخرج اللي دخل عبشاريات يخرج يركز واللي مش دخل عبشاريات يخرج يركز برزه إنك تروح تقول الدكتور بتاعك أنا هعمل مشروع التخرج بتاعي عبارة عن شات فت ليه هتعمه مختلف تروح تقول الدكتور بتاعك أنا هعمل مشروع بتاعي عبارة عن شات فت هكلمه ويكلمه ليه كده يعني هيخترمك طيب إنك تروح تقول الدكتور بتاعك أنا هعمل خدمة اللي مكفوفين وإضعاف البصر عشان يستفيدوا إنه هم يتكلموا بصوتهم هيحترمك فركزوا في حتة دي في حاجات كده بالتقش الفيلنس وحاجات كده يعني إيه ليه أهمية في البزنس فأنت لما طالب بيجي يقوله الدكتور الدكتور بيبدأ يسمعك إنه ما تروح تقوله بقى أنا هعمل هو بقى اللي مكفوفين وعايد زيك زي غيرك ماشي يعني أنا أقولك هو إن الموضوع سهل يتنفذ بس أنا أقولك هو ان تركز معينك لما مغرد أنك تفتح بس بالمفتاح الأولاني دي هتلاقي لي يسمعك خصوصا بقى لما تقوله إن أنا بسأل معه بالشاتبوت والشاتبوت ده هيبقى تحته أو بيبقى قائم على إنه هو هيبقى فيه نل بي وهبقى فيه ديك لرننج وهبقى فيه ماشين لرننج وهبقى فيه اي آي وكل الحاجات دي بروتكس جاهزة وأنا هستخدمه كده المفتاح التاني تمام؟ طيب تعمل الكلام ده زي ما إنه قريدي فيه بروتكس مفهود إنت مش حضرتك مش هتبني الكلام ده from scratch وإلا يعني فيه شركات وفيها resources وفيها مثلا خمسين لدول كله ما هتبوش يعملوا ده from scratch إنه الموضوع مش سهل بس قريدي فيه بروتكس جاهزة إنت هتستخدم البروتكس ديك وتعمل لير فيها بيعمل الحاجة اللي إنت عايز تعملها تمام؟ تمام؟ طيب يعني المفروض إن إحنا كان نعمل لكو ديمو زي ما قلت لكو بس أنا هقول لكو على حاجة إنت عجلت ما هتروح وتبقى في الترنت ستيبل كده كل اللي عليك إنك تحاول تشغل جوجل أسستنت في موبايلك الموضوع سهل جدا هو بلتاني في الاندرويد في الاندرويد برجا 5 وهي للآيفون يوزر أبليكيش هتتنزلوه على ستوش جوجل أسستنت جوجل أسستنت هتلاقي موجود في موبايلك بايد فورت أنت بس حاول تشغلها يعني شوف الموضل بتاعها موبايلك ايه وتشوف على الاندرويد بيشتغل ازاي حتى الموضوع عاد فهما يكون بالوقت طيب مجرد ما تتكلم معايا مع جوجل أسستنت هتسأله على التوصق جاوبك هتسأله على الترنتزليشن زي ما قلت لكو غير كده بقى إنه فيه سلوسيز وابليكيشن دبلويد على جوجل أسستنت يعني زي كده ما انت تشتري موبايلك بيبقى عليه ستوف أبليكيشن وبعد كده بتفتح بلاي ستور او اب ستور عشان تيبقى أبليكيشن فانت مجرد انك دخلت على السستنت في رول موبايل او في رول السبيكر هو قريدي عليه أبليكيشن فيه أكتر من مليون أبليكيشن موجودين عليه بالعرب يبقى 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 فيه ليقول ابليكيشن بيعمل حاجات كتير جدا فيه مثلا ابليكيشن يقولك الأخبار وفيه ابليكيشن يعلمك إنجليزي وابليكيشن يعلمك اسباني وفيه لعب أطفال وفيه حاجات كتير جدا طيب الابليكيشن دي موجودة فين؟ دبلويد على الكلاب يعني انت بيقوله بتفتح الابليكيشن زي تقوله طوك 2 اتكلم معه فانت لو قلت له طوك 2 سين ان هيفتح لك أبليكيشن سين ان هيفتحولي ازاي؟ هشوفو ازاي بالصوت؟ فك اتفقنا انك بيكي اعمل حاجة بصوتك فانت مجرد بتقول للموجل السيستر طوك 2 سين ان ان هيفتح لك سين ان اكشن فهدبقى بتتكلم مع سين ان فلو قلت له جيت لاتست نيوز هيجيب لك اللاتست نيوز من سين ان ان فهكزا في مليون او اكتر من مليون اكشن موجودين على جوجل اسيستر بلاتفورم وانت كمان تقدر تعمل الابليكيشن بتاعها بتعمله ازاي؟ انك بتبت اكشن بلدنج اكس في الاسيستر انك تبت اكشن ده اللينك اللي بولوكه عليه بتاع الستور لو انت دخلت على assistent.google.com.xplot هتلاقي مليون اكشن موجود تقدر تدربه بصوتك فتلاقي حاجات دينية وتلاقي حاجات ترفيه وحاجات اخبار وحاجات فيه امليكيشن مثلا انت قوله بصين نهاردة يقوله او جابلك الوزر في مكانك ويقولك اللبس المناسب لك لو انت رايح مثلا مناسبه معاه فيه بقى امليكيشن كتير جدا اللي فيها مثلا ممكن يمتافق بالنسبة لبعض ومهمة بالنسبة لبعض تشك اللينك دا وهتبقى موصوب يعني اوعدك انك او تشك اللينك دا وتشوف الحاجات اللي بيها تجرب او امليكيشن جديدة بتبلد الحاجات دي ازاي لو انت developer لو انت developer وعايز ت develop action لجوجل assistant هتدخل على dialogue flow دي كان platform تبلد chatbots لكل حاجة وجوجل اشتريها انت لو عايز حتى تبلد chatbots لمسجر او تويتر او لسكرايب او لسلاك اي chatbots هتلاقي انك تقدم تبلد حاجات كتير جدا chatbots من ال platform بتكتب not js او بتتعامل بال wizard بتتعامل بال wizard في موزر الحاجات ولو حبيت extend الموضوع دا اللي بيكون اكتر بتكتب not js بتعمل action زي ما انتفقنا ال action دا او ال application اللي بتشغله بصوتك وجواه مجموعة اوامر صوتية لما بتعمل الامر الصوتي دا ينفز لك حاجة معينة بتعمل جوا ال action دا intents او ال intent مثلا لو ال application تبرده انه فهم ان ال user بيسأل على الساعة تقوم جابه ال time و بسمعه لو ال application فهم ان الراجل دا مثلا عايز يدفع على مخالفات تكلم ال website بتجيب له المخالفات اللي عليها وبتربط ال intent دي ب fulfillment بنكتكلم what service على firebase اواته سمعته على cloud functions معنى ان يقول تاني اللي يقول cloud function يعني ايه ليه جايزة فاير بيس فاير بيس فاير بيس طب اللي يقول فاير بيس عبارة عن ايه ليه جايزة تفضل مشهة من ضمن لا انا عايزة جابه بقى حلوة انا عايزة كويسة انا عمد انا عمد user study انا عمد في بورده في بورده سبريتش مونتاز بربط حاجة منه بيدك باكد استنين بيس بش انا عمدتو 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 طيب من ضمن الحاجات الموجودة في فاير بيس حاجة اسمعها كلاود فاير بيس انك بتكتب كود ويتنفز عالكلاود بيسموها سيرفر بيس اا ويب ابليكيشن يعني ابليكيشن على الويب بنغيسر موجود عالفاير بيس فانت بتكتب الحاجات دي وبتعمل لها لينك بالشاتبوت بتاعك طيب طيب في حاجة اسمع انك لو عندك مثلا ايه فيك فيه سؤال وجواب بتربط جوجل اسيستنت بيهم ولو اليوزر سأل سؤال فماء عن السؤال ده هو بيجيب له الجواب بينا دي حاجة عظيمة جدا يعني وفيه طبعا انك تفاير الابل انتنس الموجودة طيب انا بس النهاردة كنت بقولكوا يعني ايه جوجل اسيستنت وتدقى ان ازاي تدفلوب شاتبوتس انك تدقى عدائك فلو هتلاقي تيتوريا ليه وتبدأ تشتغل فيه فده كان الهدف النهاردة من محابضتنا المحاضرة مجازة بس بتعرفك يعني ايه جوجل اسيستنت لكن ان شاء الله بيجيب وده كان بيجيب انا ازلكوا بعد كده مع رشماند الشالي سليم هيديكم انترو عن الموبايل دي بلومنت دي الكونتكستاتي لو حد عايزنا ممكن يسكال الكيوار كودة وشوفكم على خين ان شاء الله وشوكنا ان جزينا لديكم